السلام عليكم يا باشمانسين درسنا قبل كده الستيم باور بلانت ازاي ان احنا نقدر نولد قهربة من محطات الستيم باستعدام بخور المية وان شاء الله النهاردة هندرس البريتون سايكل او الجاسترب محطات الجاسترب انزال موجودة قدامنا في الصورة دي كده من فصنية شركة سيمينس الواحدة اللي قدامنا دي بتقدر تطلع موجودة عندنا في مصرف محطات زي بنسويف محطات الكهرباء بتاعت بنسويف والعاصمة الادارية والبرولوس ده كده اللي قدامنا ده اسمه مديول بيتميز ان هو ابسط من الستيم بكتير يعني الستيم انت شفته الغلايات بتبقى ضخمة التربينات برضو كبيرة البامب وهكذا يعني محطة الستيم نفسها بتبقى اكبر شوية من الجاسترب اللي بالنماء الجاستربان تبقى مديول على بعض كده حاجة حتة واحدة فقى في الاول كومبريسور وبعدين اللي قدامنا ده حاجة اسمها الكمباستور او المكان اللي بيتم الاحتراق جواه ثم التربينا تبقى كومباكت كده حاجة يعني كتلة واحدة على بعضيه فدي اللي احنا ان شاء الله هندرس يعني اللي اسمها الستيم باور بلان وحطات الجاستربان النوع ده في منه نوعين يعني الجاستربان دي في منها نوعين حاجة اسمها الابن سيستيم وحاجة اسمها الكلوز سيستيم الفرق بين الاثنين الابن سيستيم ده هو ان الهوى بيدخل من مدخل الهوى هنا الكمبريسور بعد كده يدخل على الكمباستور التربينا بعد كده يخرج من الناحية التانية يتريمي الاكزوست يتريمي للعادم ويبدأ يدخل الهوى فبنلاقي الديواجرام بتاعه زي الشكل اللي قدامنا ان انا عندي فريش اير داخل عندنا الكمبريسور ينضغط يبدأ ضغطه يزيد بعد كده يدخل على الكمباشن الشمبر ورفت الاحتراق ينضف وقوت طبعا ان انا هنا يعني ضغط الهوى فزاد ضغطه بعد كده احرقه فزود ضغط ودرجة حرارة كمان فبالتالي بقى ناتج عندي هنا غازات لها درجة حرارة عالية وكمان ضغط عالي تبدأ تدخل على التربينا يحصل لها اكسبانشن يحصل لها تمدد التربينا دي تقدر تمتص منها الطاقة اللي موجودة جوه الغازات والعادم دي بعد كده ترميها للهوى الجوي ثم نبدأ تدخل هوا جديد يعني الهوى القديم انت خلط رميته للهوى المحيط وتبدأ تدخل هوا جديد فبالتالي اسمها open system دايرة مفتوحة تدخل هوا كل شوية الهوى لداخل هوا الشكل اللي قدامنا ده مثل في محرك الطيارة زي اللي موجود في محطات طولية الكهراء تبقى من نوع open system هتقولي تمه العادم اللي انا هرميه هنا ده جواه برضو طاقة حرارية لسه ما استفدتش منه ده اللي احنا ناخده ان شاء الله في المحضرات بعد كده اللي هو ان انا اخد الغاز اللي طالع من هنا اللي جواه درجة حرارة فقدر ان انا عمل recovery او ان انا استعيد كمية من الطاقة اللي موجودة جواه ده اسمها combine site او المحطات المركبة اللي هو زي ما ذكرنا منها في منها موجود في مصر ان انت بتربط المحطة ال gas turbine تاخد شوية الطاقة اللي مرميه عندك هنا تقوم جاي مساخن بيوم شوية steam مولد من ال steam ده كهرب فانت عملت combine ده او عملت جامع بين نوعين من توليد الكهرب ال gas turbine و steam turbine النوع ال closed ده ده مش مش بنشغل جواه ده بيبقى الفلاوز اللي شغل جواه بيبقى مثلا ثانيوكسيد الكربون الهيليوم ال NH3 اللي هو النشادر فالماء اللي ببقى شغال جواه ميبقىش رخيص يعني زي ما انا كنت بحفظ على steam قبل كده يعني هنا برضو محتاجه حفظ على ثانيوكسيد الكربون او او الهيليوم او النيتروجين او الغاز اللي انا بشغله جواه الدورة اللي موجودة عندي وبالتالي انا مش مش هعط بقى ارميه كل شوية وعد اغزي السايكل بنوع من الفلاود من الانو الدين لا فانا بحاجز احافظ عليه جوه السايكل بتاعتي زي الاستين بالزبط من قرد ان هو لو هيحصله بس فقط بنسبة بسيطة اقدر ان انا ازوده فبالتالي هو هنا في البرد بيحصله بنخش الكمبريسور انا رفعت الضغط بتاعه عايز اضيف له درجة حرارة كبيرة وزود برضو الضغط بتاعه جوه بس هو هيتكس تشينجر فبضيف كمية من الحرارة يعني بعد عليه مثلا هوى سخن جدا او بعد عليه زيت ماغلي مثلا عشان اقوم جاي مساخن المواصير اللي ماشي جوه دي فبالتالي انا قدرت ان انا اضيف له كمية من الحرارة بدون ان يحصل خلط بين المادتين دول يعني عشان احافظ عليه فيخرج عندي عند نقطة 3 هنا ليه برضو ضغط كبير ليه درجة حرارة كبيرة يقدر انفليوت دا يدخل جوه التربينة التربينة تمتص كمية من الطاقة اللي موجودة جواه وبعدين انا عايز ارجعه بقى لنقطة 1 بس لسه جوه كمية من الطاقة فبدأ خلو هيتكس تشينجر يمتص بقية كمية الحرارة اللي موجودة جواه عشان نقدر نوصل لنقطة البداية اللي تقدر من خلالها النهية نقدر نعيد السايكل من اول بديه يعني من نقطة 1 دي عشان ابدأ ان السايكل تتبقى مقفولة يعني انا لو بدأت السايكل من نقطة 4 انا شفت عن السايكل الاولانية اللي انا بدأت عن دا وبالتالي انا لو شاري جهاز او كده هلاقي ان السايكل كل شوية بتشفت لو انا مشغالها دلوقتي السنة دي لو جيت بعد سنة هلاقي ان السايكل وصلت لدرجات حرارة ومعاملات مختلفة تماما عن الجهاز اللي انا اشتريته عنه يعني لو الجهاز ده بيطلع لي مثلا درجة حرارة عند نقطة 3 ألف درجة مئوية لو السايكل دي فردل اتشفت اتشفت هنلاقي ان الالف دي اما زادت يا اما علت ده الشكل اللي قدامنا بالنسبة للكلوز سايكل هنلاقي ان الفليويد نفسه بيتحرك جوه سايكل كلوز والعملات بيتم عليه من بره يعني هنلاقي هتكس اتشينجر وهنا برياكتور بريشار فيزل دي زي القمباستور بالزاب زي غرفة الاحتراق اللي هنا ولكن هنا بقى الحريق نفسه انا مانديش هوا ان هو الحريق اللي بيسخل الهوا لأ ده ان عندي مائع جوه ولا عايز اسخنه فبالتالي المائع ده بيعدي جوه هيتكس اتشينجر جوه موسير بحيث ان يعدي من فوقي مثلا زيت بياغلي يعدي من فوقي هوا سخن بحيث ان هو يسخل المائع ده لدرجة الحرار اللي انا محتاج طيب البيتون سايكل دي بتتكون من كامعة عملية زيها زي الستيم للزابط هم اربع عمليات رأسيين من واحد الاثنين انا بقدر ما قد عندي هناك بمبر عندي هناك كومبريسور بيضغط لي الهوا من واحد الاثنين ايزنتروبك كومبريسور العملية عندي ايزنتروبك يعني الاس سابتة من واحد الاثنين حصل لي ضغط ان الضغط بتاعي الفلوية بتاعي زاد وكمان درجة الحرارة ارتفعت من اثنين لتلاتة جوه الكومباستور جوه غرفة الاحتراق بلاقي ان انا عندي كيو انت ولكن عند ثبات الضغط البرشور هنا كونستن اطلعت من اثنين لتلاتة بقى وصلت الضغط سابت انا وصلت هنا عند نفس الضغط بتاعي نقطة اثنين ولكن اعلى درجة حرارة انا خلاص طلعت من جرفة الاحتراق عند نقطة الثلاثة اعلى درجة حرارة هدخل التيربينة بقى من النقطة الثلاثة هيحصل اكسبانشن ونقطة اربعة ولكن العملية برضو ايزنتروبك الاس كونستن هنزل هاقل درجة الحرارة هاقل الضغط هوصل لخط الضغط الثاني اللي اكتشغال عليه بعد كده من اربعة الواحد هفقد كمية من الحرارة للوسط المحيط عشان ارجع لنقطة واحد بداية السايكل من اول وجديد وتبدأ العملية من اول وجديد من واحد الاثنين ايزنتروبك كومبريشن اثنين لتلاتة انا عندي هيت اديشن هنا بس عند ثبات البرشور من ثلاثة الاربعة بيحصل ايزنتروبك اكسبانشن من اربعة الواحد بيحصل هيت ريجيكشن عند كونستنتروبشن وهذه البي في دياجرام ولكن الالتي اس دياجرام هو اللي احنا بنستخدمه بشكل اكبر عشان نوضح عندنا احنا عندنا خطين ضغط اتلعت من نقطة واحد لنقطة اثنين من الضغط الاصغل للضغط الاكبر اتخذها من نقطة اثنين تلعت الاقصى درجة الحرارة عندي اللي هي نقطة الثلاثة الخارج من الكمباستور ومن ثلاثة نزلت الاربعة جوه التيربيل نستخدمها اكتر في حل المسائل ان احنا بنوضح عليها الارقام ولكن لو بصنا على البي في دياجرام هنلاقي ان من واحد الاثنين ايزنتروبك كومبريشن من نقطة واحد نقطة اثنين الضغط عندي بيزيد ودرجة الحرارة بتزين من اثنين لثلاثة انا ضفت كمية من الحرارة عند نسبات الضغط من ثلاثة الاربعة ايزنتروبك اكسبانشن من اربعة الواحد عملت هيت ريجيكشن لو جينا نعمل اناليسس بالنسبة للشكل اللي قدامنا التياز دياجرام هنلاقي ان اللي هيت ان انا بضيف كمية حرارة من النقطة اثنين للنقطة تلاتة وبالتالي لو انا عايز اعرف كمية الحرارة اللي تمت اضفتها للسايكل هتبقى اتش تلاتة المحتوى الحراري للماء بتاعي عند نقطة تلاتة الخارجة من الكمباستور ناقص اتش اثنين بداية ان انا اضيف حرارة يمنع ان هي القيوة ان بتساوي اثنين think q السايكل هذا الذي يعمل لان دي عملية ثبات الضغط بالله ان يعمل ان el call CSB devose 323 ناقص درجة الدرجة عند نقطة 2 يمنع ان انا لو جيت قرتلك ان المساعدة transportation عليها اللقاء دخل درجة حراراته بالذ ايكت ان تكون 300م او 400م وياخرج منها عرف 1500درجة مقاوية فاولا احنا لو ما ننجي نتعامل طبعا في درجات الحرارة في القوانين بالله ان معظم الشباب للأسف بتغلط انها بتحط درجات الحرارة هنا بالسليزيس يعني ما نفعش اقول تلاتة على تي اربعة لو دي خمسمائة و دي الف و خمسمائة مثلا احطها هنا خمسمائة و الف و خمسمائة سليزيس يعني للأسف بالله اخطاء كبيرة جدا و下 اسف طلاق انا شغال في القوانين وبسط و مقام والكلام يجب من المعلومات يجب ان تقوم بالدرجات في الكلفين يعني لازم انا عوض هنا تي اتنين بالكلفين و تي واحد بالكلفين و تي تلاتة بالكلفين و تي اربعة بالكلفين ساعتنا ان ان عوض على تي لهذا فرق درجات الحرارة لان احنا احنا سعرف ان تي اتنا على تي نجل الإتنين والتي قم بامنا 1500 سليزيس هجب عليها مكلفة يا Hari و تي اتنينacia اوالياها 300 سليزيس هزود عليها كمان تبقى 273 عشان تبقى كيلفن لما اطرح الاثنين من بعض هلاقي ان انا لو طرحت سليزيس من سليزيس او كيلفن من كيلفن الاثنين هيدوني نفس الناتج ولكن في البسط والمقام يا شباب بنلاقي ان هي بتختلف يعني لو حطيت هنا 300 على 1500 او العكس او كده بنلاقي لا لو الكيلفن حاجة والسليزيس حاجة فما ينفعش ان احنا عشان الدلتة دي بتطلع لنا نفس الناتج سواء بطرح سليزيس من سليزيس او كيلفن من كيلفن ان انا برضو البسط والمقام اعتمد نفس الحاجة يا دي كانت نقطة بسيطة بس ياليت ناخد بالنا منها لاني ناس كتير بتغبط او خبطتها يبقى انا هنا قلت مسلا عند نقطة اتنين انا عنده 300 درجة سليزيس زودت 273 بقيت عند 573 وانا هنا لو عند 1500 سليزيس زودت 273 هتبقى نبقى عند 1773 يبقى انا هنا عايز اطرح احسب القيو ان اللي داخل عندي في السيستم السي بي في 1773 ناقص 573 وانطلع الناتج يبقى انا كده قدرت احسب القيو ان طب السي بي بكام السي بي والله لو انا شغال هوى يبقى الكيب وان بوينت اربعة واحد واربعة من عشرة والسي بي بألف وخمسة او واحد على مزيل زودة خمسة لو انا شغال كيلوجول لكل كيلوجرام كيلو طيب لو الماء بتاعي هوى يبقى دي الارقام بتاعيته طيب لو الماء بتاعي هوى ووقود محروقين مع بعض يبقى الكيب تختلف وي السي بي بتختلف طب انا دلوقتي اعمل اي بقى والله هو حسب هيبقى اي 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 في المسألة لو ما جاب ليه سي ريت اي حاجة لو هو ما ذكرش الارقام دي خالص في المسألة فانا باعتمد ان هو كله هوى وباعتمد ان انا لو عندي سي بي لأي حاجة بأخذها سي بي اللي هي 1.005 والكيب 1.410 لان الاختلاف مش كبير ولكن لو هو ذكر لي قال لي بالنسبة للهوى استخدم الارقام دي وذكر قال بالنسبة للأجزوس فلو يعني العادم اللي خارج عندنا استخدم الارقام بدي يبقى انا عرفت ان مدخل الكمبروسور نفسه في الاول انا داخل هوا بس فرش ايه ولكن جوه الكمباستور وانا بضيف حرارة انا دخل عندي وقود وما بلهاو شوية الهوى اللي كانوا موجودين وبالتالي من النقطة الثلاثة الاربع جوه التربينة انا شغال عندي اجزوسط اير لغاية مرميه برا وابدأ عندي دورة من اول وجديد بفرش ايه فهو غالبا لو ما ذكرش خالص في المسألة فانا شغال بالارقام بتاعت الهوى بس لان الاختلاف مش كبير اوي سواء هنا في الـ Qn او في الـ Q اوة انا شغال بالـ C-B بتاعت الهوى طب لو ذكروا وداني الارقام بتاعت الهوى وبتاعت الـ Exhaust Air اشوف بقى انا شغال فين بالضبط لو انا شغال في الـ الكمبروسور العملية من واحد الاثنين يبقى انا شغال به الارقام بتاعت الهوى بس جوه الكمباستور انا شغال به Exhaust Air انا اضيفت حريق وحرق وباسخن الخليط ده كله يبقى انا شغال به Exhaust Air جوه التربينة انا شغال بالأكسوست ايه جوه الهيت ريجيكشن انا شغال برضه بالأكسوست ايه ولكن للتبسيط احنا يعني هي العملية دي كده فعنا عشان ابدأ نقوله هنا ومجديد بنقول انها فريش اير فايه بنستخدم انه جوه يعني اكلناها كلوز وكل الماء اللي جوه ده هوا يعني اكلني عملتها كلوز وبضيف للهوا ده كمية من الحرارة وبعد كده بطرد من الهوا ده كمية من الحرارة فيرجع فريش اير من اول وجدي كتبسيط يعني يبقى الـQN اللي داخل عندنا احنا قلنا نقطة 3 نقص نقطة 2 H3 نقص H2 ولو انا معايا درجات الحرارة هتبقى CBT3 نقص T2 طيب الـQAWT من نقطة 4 لنقطة 1 هتبقى H4 نقص H1 او بدرجات الحرارة هتبقى CB اللي هي بتاعت الهوا 1.005 T4 نقص T1 طيب انا حسبت الـQN والـQAWT اللي هو فائل درجات الحرارة غالبا هنا ما بنحتاجش الـHAT بنستخدم بدرجات الحرارة ومن خلال القانون اللي قدامنا ان الـETA بتساوي الـWorkNet على الـQN او بتساوي 1 نقص الـQAWT على الـQN والـQAWT اللي لسه حسبها بدرجات الحرارة والـQN برضه لسه حسبنا بدرجات الحرارة يبقى انا قدرت اطلع في الاخر الـETA 1 نقص CBT4 نقص T1 على CBT3 نقص T2 ممكن CBT4 مع CB ولو عايز تهد كمان T1 عمل مشترك وهو هكذا بالله بيوصل عندنا في الاخر بالشكل اللي قدامنا ده تمام احنا عارفين ان العملية من واحد الاثنين Aisentropic Compression وبعدين من اثنين لتلاتة Conestant Pressure ومن ثلاثة الاربعة Aisentropic Expansion من اربعة الواحد Conestant Pressure الكلام ده نقدر ان احنا نستخدم القوانين بتاعة Cycle اللي هو احنا عارفين ان من نقطة 1 لنقطة 2 دي عملية Aisentropic يبقى T2 على T1 يعني مثلا معي T1 ومعي B2 ومعي B1 عايز اجيب T2 هلاقي ان انا ممكن من خلال القانون اللي قدامنا اللي هو T2 على T1 بيساوي B2 على B1 واستقي ناقص 1 على K والK هنا اللي هي بتاعة الهوة 1 و4 من 10 يبقى 1 يبقى 4 من 10 على 1 و4 من 10 هنلاقي ان احنا قدرنا نجيب T2 نفس الكلام بالنسبة لي T3 يبقى انا ممكن اعملها من 1 إلى 2 3 إلى 4 لو انا معي اي درجة حرارة من ال 2 اقدر اجيب الدرجة الحرارة التانية طيب البرشير عادة بيبقى معانا يعني هو بيقول لي البرشير ريشيو الربي اللي قدامنا اللي هي B2 احنا قلنا ان الضغط من 2 إلى 3 ده ضغط سابق ومن 4 إلى 1 ده برضو ضغطه سابق فنلاقي ان انا مثلا اطلع من 1 بار اللي هو الضغط الجوي طلعت وليقل ليه 10 بار فقالك ان B2 على B1 بيساوي 10 يعني برشير ريشيو بيساوي 10 لان اطلع مثلا من 1 بار ل 8 بار يبقى حط الضغط الى فوق ده 8 بار وخط الضغط يبقى 8 على 1 ليساوي 8 يبقى الربي البرشير ريشيو بيساوي 8 ثم نلاقي ان الغالبا البيتنين على بي واحد ده غالبا ما تبقى معانا أو البيتلادي على B4 اللي هي برضو نفس الضغط بي تلاتة على بي أربعة هو نفس الضغط الكبير على الضغط الأولية فبتبقى البرشير ريشو دي معام فأي درجة حرارة مفقودة منقدر نجيبها من القانون اللي قدامنا هو يعني الموضوع هنا أبسط بكتير من الساكل زيال اللي قبل كده ليه لإن هي عملية سبات بريشير ويه ايزنتروبي خلاص أنا لو معايا درجة حرارة نقصة هقدر نجيبها من القانون اللي قدامنا القانون الكفاءة هنا لبرايتون بيلاقي ان هو ممكن نجيبه عن طريق البرشير ريشو دي يعني هو العامل اللي بيأثر فيه قانون الكفاءة هو وبالتالي هي واحد ناقص واحد على الا 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 فبنلاقي ان احنا لو زودنا ال Rb لو ال Rb زادت بنلاقي ان المقام ده نفسه زاد فبتلاقي ان القيمة دي كله المقدار ده كله قل لان المقام نفسه زاد فلما القيمة دي بتقل بلاقي ان 1 نقص حاجة اقل فبنلاقي ان القيمة بتزيد يعني الكفاءة نفسها بتزيد فقال لك والله ان ال Rb كلها بتزيد كل ما الكفاءة بتزيد لغاية حد معي لان انا مثلا طالع من ضغط جو 1 bar طلعت العشرة bar يبقى انا كده ال Rb10 طلعت ال 12 بار يبقى الار بي 12 12 على 1 بيساوي 12 طلعت مثلا لي 15 بار 20 بار 30 بار هللاقي ان الضغط كلها بيزيد انا بلاقي ان انا محتاج ماتيريا معينة للمعدة بتاعت عشان تستحمل الضغط الكبيرة دي بلاقي ان انا محتاج امكانيات اكبر يعني بحتاج ان انا بصرف اكتر على المعدة الكمبروسور اكبر تبريد اكبر للمعدة و هكذا فبتلاقي ان انت المعدة البسيطة انت كنت بستخدمها عشان تطلع الحاجة البسيطة دي بتلاقي ان انت محتاج لأ تصرف اكتر فمش الحاجة الكويسة ان انت تزود فيه البرشر ريشو ان انا خلاص بزود بقى البرشر ريشو ده بقى 100 200 ترتمية فانا اكيد هتطلع كفاءة اعلى ماشي انت تطلع كفاءة اعلى بس انت هتحتاج تصرف اكتر عشان تشتري معدة بتستحمل الضغوط الكبيرة دي اوي فبنلاقي ان المتوسط بتاع الار بي بنلاقي مسلا من 10 ال 12 زي ما قلنا احنا عندنا السي بي في دلتا تي لو انا بقدر احسب من خلاله الكمية الهيت اللي تم اضافتها او تم طردها في الدلتا تي يعني انا لو معي السي بي خلاص هو حتى مش محتاج ان هو يذكرها الف وخمسة وكي واحد وربعة من 10 فبقدر ان انا خلاص مجرد ان هو يديني الار بي بكزا ودرجتين حرارة موجودة عندي في السيكل اقدر ان احسب المسألة كلها زي ما نشوف كمان شوي لان هي عملية بروشة في كونستانت والعملية التانية ايزنتروبي او الدياباتيك بروسيس فبقدر من خلالها ان انا اطلع درجات الحرارة يعني والعملية دي بناقدر ان احنا نطلع كمية الهيت المتضافة عندنا في السيكل طيب الكلام ده امتا؟ الكلام له قالك لو السي بي نفسها كونستانت وما فيش جدول معطى بالنسبة لي طيب ليه كامل ده بنقوله؟ والله الكلام ده بنقوله ليه؟ لان احنا ممكن تكون السي بي متغيرا باختلاف درجات الحرارة زي الرسمة اللي قدامنا الرسمة اللي قدامنا بتقول ايه؟ بتقولك والله السي بي اللي انت بتقول عليها 1500 بالنسبة للهوى كلما درجة الحرارة بتزيد كلما السي بي نفسها بتتغير يعني السي بي هنا احنا كنا بنقول ان هي واحد بوينت زيرو زيرو خمسة يعني في الحتة دي كده هنا كده طب الكلام ده فين؟ الكلام ده والله عند درجات حرارة من 0 إلى 200 درجة سليزيس يعني درجة حرارة الهواء بلاقي 25 تلاتين طب احنا وصلنا عن درجة حرارة 1200 بلاقي ان هنا ان مسلا وصلنا واحد وثنين من عشر واحد وثلاثة من عشر واحد وثلاثة من عشر الكيرفيت دي يا شباب الحاجات المائلة دي كلنا بيقولك عند ضغطات مختلفة يعني انت هنا بدقين بضغط مثلا انا قلت يكون خمسين بار تلاتين بار مش عارف ايه تمام؟ فانت بتقدر تطلع السي بي بتاعت الهواء عن الضغط المعين اللي ان شغالها اللي احنا شغلها عن ضغط جوي اللي هو الواحد بار وعند درجة حرارة كام فوالله تقدر تقول لا ده نوقف عند النقطة دي مثلا عند درجة حرارة 800 وضغط كذا يبقى السي بي واحد واثنين من عشر مش واحد وخمسة من 1000 تمام؟ فقال لك يعني الكلام ده هو الاصح ان انت المفروض ان السي بي بتتغير طيب طب لو السي بي بتتغير فانا لازم يكون عندي في جدوة معطة معاية اقدر من خلال ان انا نحل المسألة طب ازاي؟ هنستخدم هنا الاتشات بقى والله قل لك والله احنا مثلا عند 1300 درجة مقوية او 1300 كيلفن بقى خلاص يعني انا طلعنا في الاخر ك1300 كيلفن ثم جاي داخل قدرت من خلالها ان انت تجيب الاتش اللي انت واقف عندها كيلفن يعني احنا معانا درجات الحرارة خش مثلا عند 1500 هنا هي ادي 1300 مثلا لو انا شغال عند 1300 فقدر ان انا اروح اجيب الاتش اللي انا واقف عندها لو دي نقطة 3 يبقى ادي الاتش 3 اللي موجودة عندي وعندنا حاجة اسمها الريلاتيف برشن الريلاتيف برشن ده هنا ينسب لي الضغط بتاعي لضغط حاجة اسمها ضغط الساتوريشن لعملية الساتوريشن فبنلاقي ان عند نفس النقطة اللي هي 1300 درجة كيلفن حالorts هلاقي ان الاتش بيسوا كذا و realism incorporate onV пор Beiter بيساوي umas 339 10 طيب انا اطلع على بالبرشن ول Python بطلع علىlav p لسيطلع على salvation اطلع على حاجة الاتش من خلال الريلاتيف برشن لو انا مثلا عند نقطة 1 لنقطة 2. ومعي درجة الحرارة عند نقطة 1. وليا كنت 300. فانا دخلت الجدول. جبت ال H وجبت S إلى头 عند نقطة 1. ليه 1.18. انا عايز بقى خلاص عايز اروح عند نقطة 2. اشوف نقطة 2 موجودة عند عند هين بالزبب. فبقدر هنا احسب الرلاطة ell�도 بتاع نقطة 2 عن طريق P-P init auf B1. وليا كنتقل نقطة الثلاغة بار من واحد بارا. يبقى B-23 على B1 اللي هي 8. في الرلطة أنتظرا لديهم ما فإن أكتب ريلة البرشار ريشو عن طريق البرشار ريشيو بي 2 على بي 1 وليكن أنا طلعت التمانية بار من واحد بار يبقى بي 2 على بي 1 اللي هي 8 في ريلة البرشار اللي أنا طلعتها عند نقطة 1 فأنا قدرت أطلع عليها الريلة البرشار عند نقطة 2 بدخل الجدول هنا وقد أدوَّر على في ريلة البرشار عالي 11.9% وليكن ألاقيها وأنا هنا جايبين ضربات حرورة كبيرة فهنا ضربات حرورة صغيرة نقطة فاクريقة لا ألاقيها إنما لو دخلنا الجدوى النفس هتلاقي فيها الأرقام دي فهلاقي إن 22540 كيلفر تمام؟ يبقى ده المخرج بتاع الكمبريسور خلاص أنا لقيت هنا خلاص لقيت الـ Relative Breacher هقدر أجيب الـ H و هقدر أجيب درجة الحرارة و أنا كده أجيبت H2 عند نقطة برضو من العملية من 3 إلى 4 هلاقي هيكون برضو ما هي درجة حرارة واحدة هدخل أجيب الـ H بتاعها و الـ Relative Breacher هقدر من خلال القانون دوة أجيب درجة الحرارة بتاعت نقطة 4 خارج التربينة و الـ H عند نقطة 4 يبقى أنا كده معي الـ 4H بتوع المسألة بتاعتي طبقاني اللي بيجي أكتر هل إن الـ CB بتبقى متغيرة و يديني جدول ولا إن الـ CB تبقى ثابتة و يشتغل بدرجات الحرارة لا الأغلب الأغلب إنها بتيجي إن الـ CB بتبقى ثابتة كونستنت و القوانين بتعيدنا ثابتة و بنشتغل بدرجات الحرارة بتبقى أبسط يعني CB ΔT و نطلع القوانينة لكن برضو هنحل في المسائل إزاي نحل بالطريقة دي و إزاي نحل بالطريقة دي و نشوف أنهي هتلاقي الأرقام مش بعيدة عن بعضها زي ما اتكلمنا في الـ Steam إن إحنا بنلاقي إن الـ تربينة لهم كفاءة يعنم بطلعش أكيد أيزين تربط من نقطة 1 لنقطة 2S لأ ده أنا بشفت يا عبادة لما بصرف H 2S ناقص H 1 بصرف كمية أكبر اللي هي اتنين أدياباتك ناقص 1 وبالتالي هنا لو بصنا ليه الـ هنلاقي إن أنا محتاج المفروض نحط الزغير على الكبير فهتبقى H 2S الأيزين تروبيك ناقص H 1 ولا H 2 الأدياباتك ناقص H 1 أنهي الأصغر والله بسأل نفسي والكمبروسور ده أنا بصرف فيه ولا هو بيديني طاقة بقول لا ده الكمبروسور ده أنا بصرف فيه فبالتالي بدل ما هصرف أقل لا ده أنا هصرف أكتر يعني هتكلف تكلفة أكبر وبالتالي أكيد الـ 2 أدياباتك دي ناقص H 1 أكبر من الـ 2 أيزين تروبيك ما قصص H 1 فبالتالي فبقوم جاي حاطت عندي بالتالي بين قوم جايين حاطين الصغير على الكبير فقلنا الصغير أنهي قلنا والله إلا أنا هصرف أكبر فـ H 2 أدياباتك دي هتبقى أكبر فيبقى الكبير عندي تحت H 2 أدياباتك H 2 أكشوال ناقص H 1 وفوق العملية الأيزين تروبيك اللي هي هتبقى أصغر H 2 S ناقص H 1 الصغير على الكبير أنا قدت المصروع المفروض أصرف الكمية الصغيرة دي ولكن هصرف أكتر فبالتالي الأكشوال هو اللي هيبقى تحت في التربينة العكس المفروض أن التربينة بدل ما كانت هتديني كمية من الطاقة وليكن ألف كيلوواط مثلا هتديني لأ 800 هتديني أقل فبالتالي أنا رحت من H 3 ل H 4 أكشوال المفروض أن H 4 أكشوال دي أصغر من H 4 أيزين تروبيك أنا مفروض كنت تاخد كمية أكبر وبالتالي بنلاقي في التربينة القانون بتاع التربينة الزغير على الكبير لا H 3 ناقص H 4 أكشوال على H 3 ناقص H 4 أيزين تروبيك هي بتيجي بالفهم أو لو حد حبيب يحفظها يحفظها ولكن هي أسهل أن أنت لا تحفظها هو دايما الكفاءة بتسوي الزغير على الكبير طيب هنا أنا بصرف طاقة ولا بستفيد طاقة والتربينة أنا بصرف طاقة ولا بستفيد طاقة فأكيد هنا لو بستفيد أنا أخد كمية أقال لو بصرف أنا بصرف أكبر القانون القدامنا هو بالضبط بالنسبة لدرجات الحرارة يعني أنا ننفح هنا أقول T 2 أيزين تروبيك ناقص T 1 على T 2 الأكشوال ناقص T 1 لو أنا شغال بدرجات الحرارة يحل الحل يعني ما بحل بالإتشات يعني ما بحل بدرجات الحرارة لو أنا شغال بدرجات الحرارة القانون القدامنا هو بالضبط بس بدلا ما تبقيتش هكتب درجة الحرارة هنشوفه كمان شوية يبقى هنا T 3 ناقص T 4 أكشوال على T 3 ناقص T 4 أيزين تروبيك زي ما كان عندنا تعديلات في الستيم سايكل أو الرانكن سايكل عشان أن أزود الكفاءة بالله أن هم هم نفس التعديلات بالضبط عندنا في الغاز سايكل أو البرائتون سايكل زي إيه؟ زي الانتر كولين يعني أنا عندي كومبريسور أولاني بعد ما بضغط شوية الغاز أو شوية الهوى في الكمبريسور الأولاني لا ده أنا باخده أدخله على حاجة اسمها انتر كولر بحيث أن هو يبرد لي الهوى ده وأرجع أضغطه تاني في كومبريسور تاني لو جينا بصينا على التياز دياجرام أنا ضغطت من واحد لاتنين بعد كده رجعت بردته تاني نزلت تدرجة الحرارة اللي أنا كنت شغال عنده ولكن تلتمية كيلفن درجة حرارة الهوى بعد كده من ثلاثة لأربعة دغطت تاني فبدل ما كنت أضغط من واحد لأربعة اللي هو الضغط الآلي قوي ده كنت أطلع أوصل هنا لا ده أنا بردت شوية ولما ببرد كده الغاز بلاقي أن الكسافة بتاعت الهوى بتزيد بالتالي الكمبريسور بيستغل طاقة أقل لأنك لما تبرد الهوى يعني كل ما درجة حرارة الهوى بتزيد كسبة بتاعته بتقل فأنت بتستخدم طاقة أكبر عشان تضغطه يعني أنت لما بتزود الكفاءة لما بتبرد وتزود الكفاءة لأنك تتقل الهوى بتعرف تمسك منه شوية أكبر إن أنت تدخله الجوة الكمبريسور الثاني فيبدأ يضغطه من ثلاثة أربعة بعد كده من نقطة أربعة لنقطة ستة المفروض أننا كنت تحضيف كمية من الحرارة فقال لك بدل ما ترمي العادم العادم اللي أنت كنت تحترميه من الناحية يعني العادم اللي كان هيترمي بعد التربينة قال لكم الله احنا نأخذ العادم ده نمشيه جوه هو هيتكس تشينجر يعد على الهوى البارد اللي لسه داخل عندنا عنده نقطة أربعة عند جهاز اسمه الريجين ريشن إن أنا بنقل الكمية من هيتكس تشينجر ولكن هو الفليود بتاعي بستخدم منه كشوية من الطاقة اللي كان موجود فيها بنقلها لمنطقة ثانية فأنا مدل ما كنت أحصر في حرارة من نقطة أربعة لنقطة ستة هنا لا ده الريجين ريشن أو عملية الطاقة دي إنها هتزود لي الكمية من الطاقة من نقطة أربعة لنقطة خمسة يعني هترفع لدرجة الحرارة من نقطة أربعة هنا لنقطة خمسة هنا فبقيت أنا هضيف حرارة من خمسة لستة بس هدخل كيو إن من نقطة خمسة لنقطة ستة تمام عايزين بس المفهوم نفسه يكون واصر المسائل مفيش أبسط منها أبسط مليستين بكتير جدا عايزة بستفها من أنا من نقطة واحدة وأنا بدأت من نقطة واحدة عملت لنقطة نقطة 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 ن وصلنا لنقطة 6 دخلنا من نقطة 6 لنقطة 7 جوة تربينة حصل expansion بعد كده خدت نقطة 7 عملت لها reheat زودت درجة الحرارة بتاعتها ومن نقطة 8 عملت expansion وصلناها لنقطة 9 بعد كده من نقطة 9 لنقطة 1 ما تردتش كمية الحرارة دي كلها للوسط الخارجي لا أنا استفدت من كمية الحرارة دي شوية إن أنا عملت لها recovery أو عملت لها save خدتها اللي للناحية التانية سخنت بيها شوية الهوى اللي داخلين قبل ما يخش الcomposant chamber وتردت بقية كمية الحرارة عشان نوصل لنقطة 1 وبعدين cycle تفضل شغالة زي ما هان دي التعديلات اللي اللي ممكن نعملها على brighton cycle ممكن تيجي كلها في مسألة واحدة ممكن تيجي intercooler فقط reheat فقط أو regeneration أو ممكن التاليات عيجوا مع بعض طيب الضغط اللي أنا بعمل عنده intercooler هنا يعني أنا ضغطت من نقطة 1 لنقطة 2 وبعدين ماشي على خط ضغط هنا يعني ده اهو لو بصينا هنلاقي ان ده خط ضغط اهو ومكمل برضو هنا كده تمام لنا نمسعه عشان هو فتح بشكل وحش قوي تمام قادي خط ضغط اهو وقادي خط ضغط اللي أنا كنت شغالة عنده وقادي خط ضغط اللي هو الضغط الجاو اللي أنا كنت بدأ عنده أنا عندي ثلاث ضغط تمام قادي خط الضغط الأولين اللي أنا كنت بدأ عنده وقادي خط ضغط في النص انترميديت بينهم عملت عنده انتر كولر وعملت عنده رهيد فقال لك ايه والله قال لك ده حاجة اسمها الاكوال بريشر ريشيوز يعني ايه الاكوال بريشر ريشيو قال لك والله لو أنت كنت شغالة عند 1 بار مثلا وهنوصل فوق عند 8 بار يعني ايه طالع من 1 بار ل 8 بار اقصى ضغط عنه قال لك انت داخل ضغط في النص بينهم الضغط ده تعمل عنده الانتر كول وتعمل عنده كمان الريهيد ده احسن ضغط يطلع لك احسن كافية الضغط ده بيساوي ايه قال لك والله هو ضغط يعني ايه لو خلنا الار بي اللي هي البرشير ريشيو بتاعتنا قولنا من 1 ل 8 يعني 8 على 1 بيساوي 8 لو خدت جزر التمانية هلقى ان مثلا نزلع الرقم بيساوي كذا ولكن مثلا اثنين وتمانية من عشر يبقى الاثنين وتمانية من عشر اضع ده احسن ضغط اثنين وتمانية من عشر بارد احسن ضغط اعمل عنده الانتر كولر وي الرهيد بيساوي ايه قال لك لو انا حسبت بي 2 اللي هو 2 و 8 من عشر على بي 1 اللي هو 1 هيساوي 8 على 2 و 8 من عشرة مسلا تمام فبتلاك ان بي 2 على بي 1 بيساوي بي 4 على بي 3 بيساوي بي 4 على بي 3 وهنا في الرهيد هي هي نفس الكلام بي 6 على بي 7 بي 8 على بي 9 يعني الرشيو اللي هنا بالنسبة للضغوط بتسوي الرشيو اللي هنا بالنسبة للضغط فانا يكفيني ان هو عندي في اول المسألة يقولي والله الRB بتسوي 8 بتسوي 10 بتسوي 12 انا اخد الجزر بتاعها يبقى انا عرفت ان انا طالع من ضغط واحد لكام يعني لو حسب الRB اللي هي مثلا 8 لو حسبت الجزر بتاع 8 وليكن قلنا هيطلع مثلا 2.8 من 10 يبقى انا عرفت ان الضغط عند نقطة 2 الB2 على الB1 بيسوي 2.8 من 10 يبقى انا قدرت اطلع الB2 لان انا معايا الB1 وهكذا الB4 انا عرف ان انا مسألا كنت واقف هنا عند الB4 8 8 بار يبقى انا B3 B4 على B3 بيساوي الجزر بتاع الRB يبقى انا عرفت اطلع الضغوط اللي هنا برده وهكذا الB6 والB7 والB8 والB9 نفس الكلام بيعملوا عند نفس العلامة يبقى انا الضغط اللي بعمل عنده انتر كولر هو هو نفس الضغط اللي انا بعمل عنده رهيت يبقى ادي الشكل اللي قدامي يبقى انا عشان اعمل تحسين بلا ان انا ممكن اعمل انتر كولر قبل ما اضغط تاني لو انا هعمل الضغط على كذا مرحلة عندي كمبروسر اولاني وكمبروسر تاني عشان اوصل لي زي ما قلنا انا الRB دي كل ما بيتزيد كل ما كفاءة السيكل بدعنا بتكبر طب انا برضو مش هلاقي كمبروسر يعمل لي الكمبروسر يعمل لي الكمبروسر ريشو 10 10 اضعاف في الضغط طب بالتالي بستخدم اتنين كمبروسر طب انا لو دخلت من نقطة اتنين على طول للكمبروسر التاني هيبقى درجة حرارته عالية و هيستخدم الكهرباء اكبر فبالتالي انا باضطر ان ابرد الهوا دي قبل ما دخلت الكمبروسر التاني عن طريق مرحلة اسمها الانتر كولر بعد كده الريهيب نفس الكلام انا التربينة الاولانية خلاص وصلت لنقطة 7 عملت اكسبانشن من 6 ل7 عايزة سخن تاني اعمل شوية اضيف شوية حرارة عشان اعمل اكسبانشن فيه تربينة كمان تربينة المرحلة رقم اتنين عشان نقدر ان احنا نستخلص كمية من الطاقة اكبر فبنحتاج ريهيت ان احنا نضيف كمية من الحرارة بقيت الـ QN في الشكل اللي قدامنا ده انا ضفت الـ QN في مرحلتين من 5 ل6 ومن 7 ل8 تمام من 5 ل6 الـ QN هنا من 5 ل6 ومن 7 ل8 وضغطنا في مرحلتين من 1 ل2 ومن 3 ل4 عد الورق بتاع الـ وقدرنا ان احنا نستخلص على طاقة من 6 ل7 ومن 8 ل9 لكن زي ما قلنا ان احنا معظم الاحيان في المسائل دي منستخدم درجات الحرارة فانا لو عارف ان القانون بتاع الكفاءة واحد ناقص الـ QN فالـ QN عندنا من 5 ل6 يبقى T6 ناقص T5 CB في T6 ناقص T5 زائد CB في T8 ناقص T7 عد الـ QN والـ Q قاوة انا عندي من نقطة 1 لنقطة 10 من 10 الـ 1 دي الـ Q قاوة الوحيدة اللي عندنا تعالوا نشوف مثال المسألة رقم تسعة تلاتة وتمانين بيقول لنا والله انت عندك سمبل برايتون سايكل بتستخدم الهواء كووركينج فليود يبقى الهواء عندنا هو الووركينج فليود هازق بريشة رشيو 10 يبقى الـ Rb بتساوي 10 فهنا بيقول لنا هاي الـ Rb بتساوي 10 بعد كده بيقول لنا بتابنى في مخرج الـ Composter Assuming and Isentropic Efficiency 83% 83% لأيه بقى؟ ده بيقول لك دي بتاعة الـ Compressor For the Compressor طيب و 87% للتربينة يبقى هنا احنا عندنا كفاءة للتربينة و كفاءة للـ Compressor طيب عايزين نشوف الحل ده لو احنا عنحله يقول لك احساب لي Air Temperature Add The Turbine Exit فمخرج التربينة اللي هي النقطة رقم 4 و الـ Network Output و كمية الطاقة اللي انت قدرت الـ Network Output اللي احنا نستخرجها من السايكل بتاعتنا والـ Thermal Efficiency الكفاءة طبعا انا معي الـ Breacher Ratio هنا اقدر من خلال القانون ده من خلال القانون الكفاءة بتاع الـ Breacher Ratio بسرمال Efficiency نستطيع نحسب اول حاجة طانون او من نستنى بقى ان احنا نحسب الـ Qn و Qout و نحسب منها الـ Work Output و هكذا تمام بس انا معي الـ T1 و معي الـ T4 و ما اذكر ليش قال لي هنا لقال لي ان الـ ان الـ الـ CB ثابتة ولا الـ CB متغيرة فلكن هنشوف احنا عنحلها بالطريقتين هنا اول طريقة لو هو ما اذكر ليش خالص ان لكان فيه جداول ماطة ولا قال لي ان الـ CB بتتغير فانا خلاص انا افترض ان الـ Conistant Specific Heats ان انا الـ CB ثابتة و كمان هستخدم الـ CB ألف وخمسة والـ K واحد واربعة من عشر كوانين اللي انا اعرفه وهستخدم درجات الحرارة فانا هنا معي درجة الحرارة عند نقطة واحد انا معي ألفين خمسة وتسعين كيلفة واعلى درجة حرارة اللي هي نقطة تلاتة ألف متين واربعين كيلفة وقال لي ان الـ Bruture Ratio الـ RB اللي هي بي 2 على بي واحد بتساوي عشر انا عايز احسب درجة الحرارة عند نقطة اثنين بس احسب الايزنتروبك ولا الاكشوال لا والله القوانين اللي معانا دي بتدينا بتدينا الارقوم بتاعت الايزنتروبك الوقت اثنين ايزنتروبك بتساوي الـ T1 في الـ B2 على B1 قصي كنقص واحد على K هنقدر من هنا ان احنا نطلع الـ T2 خمسمية تسعة وستين بوينت ستة كيلفة والـ T4 انا معي T3 ونقص T4 اقدر برضو من قانون الـ Bruture Ratio بي 4 على بي 3 واحد على عشرة نعكس بها لان الـ B3 هي الاكبر من بي 4 وانا بيقولك بي 4 على بي 3 يعني واحد على عشرة واحد على الـ Bruture Ratio تاني نظر نطلع الـ T4 ايزنتروبك 642.3 لو ما كانش عندي كفاءات خالص يعني لو ما كانش عندي جزء الكفاءات ده خلاص انا كنت اقدر اطلع الـ QN CB3T QAWIT الـ WorkNet الفرق بينهم وطلع الـ ETA الكفاءة بتاعت الـ Cycle ولكن هو هنا قال لي الـ ETA Compressor بتساوي كامل قال لي بتساوي حاجة وثمانين في المائة المفروض تظهر هنا يعني هو هنا قال لك اهو ثلاثة وثمانين في المائة الـ ETA Compressor والـ ETA Turbina قال لي بتساوي سبعة وثمانين في المائة فانا دلوقات لما اجي اقول الـ ETA بتاعت الـ Compressor الأصغر على الأقبر الـ ETA بتاعت الـ Compressor الناحية دي الحاجة الأصغر على الحاجة الأقبر الحاجة اللي انا كنت المفروض اصرفها نقطة اثنين ايزنتروبك لنقطة واحد على الحاجة الكبيرة اللي انا صرفتها انا رحت لنقطة اثنين من نقطة واحد يبقى الـ ETA نقطة البداية على الأكشوال نقطة البداية زي ما احنا شغلين هنا بدرجات الحرار هتبقى CB T2 نقطة T1 على CB T2 نقطة T1 طبعا CB هتروح مع CB يبقى T2 نقطة T1 على T2 نقطة T1 انا معايا T1 ومعايا T2 ومعايا درجة الحرار له نقطة واحد المجهول الوحيدة عندنا هو T2 T2 نقدر نجيب T2 عن طريق ان احنا طرفين فوسطين بقى ونود الناحية التانية وكذا هلاقي ان T2 625.8 طلعت اكبر من T2 الايزنتروبي بدل ما كنت اروح للT2 الايزنتروبي لا انا رحت لنقطة درجة حرارتها اكبر وبالتالي انا صرفت يعني فلوس كمية من الفلوس اكبر طيب بالنسبة للتربينة لا التربينة العكس انا بدل ما منش بصرف فيها فلوس لا ده هي المفروض انا كنت بقى يعني باخد منها طاقة وبدل ما هاخد كمية كبيرة انا هاخد كمية اعلى لقدر ما كنت هروح للنقطة 4 ايزنتروبي هنا هاخد كمية من الطاقة اكبر لا انا هروح للنقطة 4 هنا اصغر فبالتالي هتبقى T3 T4 على T3 T4 المجهول الوحيد عندي ايه اللي هي نقطة 4 نقدر ان اطلع T4 بتسوي T3 ناقص T3 T4 هنلاقي ان هي طلعت عندنا 720 كيلفين وبرضو اكبر من T4 الايزنتروبي عايزة احسب بقى Qn والQout اللي هي احنا ما هي خلاص ما حسبناش اتشات احنا بنحسب بالCP طيب T3 ناقص T4 احنا جبنا T3 لا هي اساكت موطة معنا اللي هي 1240 T2 بس هي اللي احنا حسبناها هطلعت 625.8 يطلع عندنا Qn 617 4.3 كيلو جول على كيلو جرام Qout Cb T4 واحد 1.005 ده مضروف فيه 720 ناقص 295 تطلع عندنا 427.1 من عشرة يبقى هو الفارق بين الاثنين الQn ناقص 617.3 ناقص 424 يطلع 190.2 وهنا عارفين ان اليتا تساوي الworknet على Qn تساوي 30 طيب كنا ممكن نحسب الكفاءة دي عن طريق ال comparison ratio القانون بيساوي ايه؟ قالك بيساوي واحد ناقص واحد على rb ck1 على k ممكن نرجع للقانون في السلايز اللي قبل كده وهتطلع عندنا نفس الرقم بالظبط طيب الكلام ده قلنا الكلام ده احنا شغالين درجات حرارة لو ما معاييش جدول معطى ويه ما تقليش خالص ان القيم بتاعت cb بتتغير عندنا في المسألة طيب لو اتقال بقى ان الكلام ده بيتغير هنلاقي والله ان احنا عندنا فيه جدول table a17 ده معطى عندنا وهنلاقي ان نتقلنا ان cb المفروض variable خلاص انا طالما اصلا الجدول ده هنلاقي معطى تي ايه 17 بتاع الجاز بروبيرتز او خواص الهوى فخلاص انا فهمت كده ان الخواص بتاعت الهوى بتاعتي بتتغير ماينفعش ان انا استخدم cb الف وخمسة لان cb بتتغير بتتغير الدرجة الحرارة فانا بعمل ايه عندي انا والله معايا تي واحد ايه دي نفس المسألة شبابة سحنا نحلها بالجداول وهنشوف هل الاركومة تتغير ولا لا انا عندي تي واحد كانت مدخل السيكل عندنا عند 295 كيلفن فانا هقدر ان انا هدخل هنا عند 295 هنلاقي ايه هي فين 295 ايه ادي 295 والله هنلاقي عندنا ان ال H بتساوي 295.17% ايه ادي 295.17% وهنقدر كمان نطلع الريلاتف بريشر اللي هو 1.3068 ادي الريلاتف بريشر يبقى انا دخلت معلومية درجة الحرارة ادي معلومية درجة الحرارة متحرات بتساوي إياه احضب ايه من هنا ادي معلومية درجة الحرارة ادي درجةGAN 0.07 لهاجي هنا ادور على 13.07 المفروض عن درجة حرارة خمسمية اربعة وستين وتسعة من عشرة يعني هنا في بين الحيتتين دهور احنا قلنا كام 13.07 المفروض الريرات بريشر تطلع في الحتة دي عايز تعمل المفروض يعني ان احنا نعمل بس في الغالي بيتلاقي الارقام موجودة عندك يعني ما فيش الرقم موجود خلاص اطار ان نعمل الانتربوليشن عشان اطلع قيمة درجة الحرارة هي المفروض موجودة في الجزء ده بين الخمسمية وستين والخمسمية وسبعين في الجزء ده هناك نعمل بقى انتربوليشن ونطلع اليتش ونطلع درجة الحرارة نلاقى ان احنا عندنا اليتش المفروض هتطلع خمسمية وسبعين بوينت اتنين ستة wo درجة الحرارة خمسمية اربعة وستين وتسعة ملاعشر اكذر طيب هل دي الغتشوال ولو الايزنتروبك? لا ما شغال هنا طالما شغال جداول وي القوانين مشغال ايزنتروبك خلاص. عايز بقى طلع كيمة الاكشوال انت بتحتاج تعوض في خلال القانون بتاع الكفاءة بتاعت الكمبريسور. اتش اتنين ايزنتروبك نقص اتش واحد على اتش اتش واحد. بنقدر من خلال انطلع الاتش اتنين هتطلع ستمية ستة وعشرين بوين ستة من عشر. تمام يوم احنا كده طلعنا الاتش اتنين. طيب. نقطة التلاتة دي اصلا كانت معطى معنا اللي هي الف متين واربعين. في الجدول هنا اللي هي موجودة الف متين واربعين اهيه. على درجة حرورة عندنا في المسألة الف متين واربعين. هنلاقي ان الاتش الف تلتمية اربعة وعشرين وتسعين من مية. وهي الريلاتف بريشر متين اتنين وسبعين وتلاتة من عشر. هنلاقي ان هو طلع هنا فعلا الف تلتمية اربعة وعشرين بوين تسعة تلاتة. وهي الريلاتف بريشر متين اتنين وسبعين وتلاتة من عشر. زي ما هم موجودين في الجدول. باستخدام القوانين بتاعة الريلاتف بريشر نقدر ان احنا نطلع القيم الاتشاة ويتي اس يعني نطلع الريلاتف بريشر اللي هي 27.23 27.23 اللي نلاف الجزء ده هنا عبل ال 690 فعلا نلاقي درجة الحرار طلعت 689.86 رهيب اول 690 عشان هي الريلاتف هنا 27.23 وهنا 27.29 اول الرقم ده فنقدر ان احنا نطلع عندنا الاتش 691 او لا ده احنا باش عارين هنا همتل ال 27.29 702 و الريلاتف بريشر قلنا 729 او قريبة اول 29 ودرجة الحرارة 690 ده طبعا لو انت هتاخد بالقريب يعني تمها القريب انما لو هتعمل هتطلع معيك الارقام بالزبط اللي هي طلعت كام اه درجة الحرارة 689.86 و اله الايزنتروبيك 702.07 طبعا عشان هتبقى المسال طبعا دي المفروض انها بتبقى فالمفروض ان انت بتعمل عشان تطلع القيم او ان انت بتلاقي الاختيارات بعيدة قوي يعني انت عارف ان انت هي المفروض تكون قريبة اول 690 فانت بتلاقي الاختيارات مثلا سبعمية ستمية تسعة وتمانين وستة من عشرة ومثلا ستمية وتمانين وخمسمية وسبعين فهي قريبة اول 690 يعني فاتقد الاختيار القريب اول 690 تلاقي الموضوع بسيط يعني ما تلاقش عايزين نعود بقى في قانون الكفاءة بتاع التربينة اللي انه هو H3 نقص H4 على H3 نقص H4 نقدر من هنا نطلع ال H4 خلاص انا معي ال H1 وال H2 معي ال H1 وال H3 من الجداول ال H2 وال H4 نطلطوهم من الجداول ولكن رجعت تصحقتهم بال Actual والأيزنتروبيك عن طريق كفاءة التربينة والكمبريسور وهكذا هو طالب عندي T4 احنا كنا حزبناها فين T4 اهيه المفروض دي الايزنتروبيك احنا عايزين بقى ال Action نجيبها منين؟ من طريق من خلال القانون بتاع القانون بتاع الكفاءة اللي هو بيقول اللي الايتا بتساوي T3 نقص T4 على T3 نقص T4 او ممكن ناخد القيمة بتاعة ال H اللي طلعت عندنا هنا ونخش الجدول عند قيمة ال H نشوف القيمة اللي هي 780.04 نطلع عندها درجة الحرارة تبقى T4 سواء من القانون بتاع الكفاءة او من الجدول نطلع T4 Qn كما احنا عارفين H3 Qn H2 كما احنا عارفين احنا عارفين الحرارة تبقى انهي الاصاحة لا المفروض ان دي الاصاحة الطريقة بتاعة الجداول لان احنا كنا هناك مفترضين CB تبقى انهي الاصاحة تبقى انهي الاصاحة الانتروداكشن بتاع جزء جزء الجاز تربين زي ما قلنا هو زي وزي الستيم ولكن الستيم بيتعامل مع بخار هنا لا انا بتعامل مع هوا بتدخل جوا جهاز معين اسمه والكاستر باين او التربينات الغازية مش البخارية التربينات الغازية ودي حاجة كومباكت كده زي ما شفنا الصورة في الاول هي حاجة شبه محرك الطيارة يقوم جاي يسحب شوية فريش اير ضغطهم حرقهم بعدين مدخلهم على تربينة مطلع منهم الطاقة مميزات الموضوع ده ايه مميزات ان السيستم نفسه بيبقى كومباكت هو حاجة شبه محرك الطيارة كده سهل النقل التبريد بتاعه بسيط جدا ولكن الكفاة بتاعه مش احسن حاجة لان انت بترمي كمية من الطاقة في الاخر في العادل كمية الطاقة انت مش بيحتاجة يعني الغاز السخن يترمي برده يعني ما استفدتش منه نستفيد منه ازاي ده اللي احنا نعرفه بعد كده في من خلال ان احنا بنعمل حاجة الكمباين سايكل ان احنا بناخد الغاز ده نقوم جاي المساخنين بي شوية استيم ونقدر ان احنا نولد من الستيم ده اندخله تربينة ونعمل حاجة اسمها الكمباين سايكل او الدورة المركبة ده اللي احنا ان شاء الله نعرفه في السكشن الجاي شكرا يا باش مهندسين وبالتوفي داما ان شاء الله